قضت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا بعدم قانونية إعادة المهاجرين من عرض البحر إلى ليبيا وأيدت المحكمة إدانة ربان زورق القطر الإيطالي الذي انقذ مئة ومهاجرا في 2018 من زورق مطاطي وأعادهم إلى ليبيا وحكم على الربان بالسجن عاما واحدا لارتكابه جرائم إهمال قصر أو ضعفاء والإنزال التعسفية عن متن سفينة والإهمال المتعمد للأفراد وبدأت إيطاليا وحكومات أوروبية أخرى اتخاذ موقف متشدد على نحو متزايد تجاه الهجرة خلال السنوات الأخيرة في مسعى لفرض قيود على الوافدين بحرا من شمال أفريقيا